هتكلم في المحاضرة دي على المانترين بتاع الكارديو فارسكوري سيستم. اول حاجة نتكلم على المانترين بتاع الكارديو فونكشن. باي سيكلي نتكلم على الاي سي جي والهارت ريت. هتكلم على السيركولاتري فونكشن. زي الهيمو ديناميك مانترين. او نتكلم على الهيمو ديناميك مانترينه. زي البلس مانترينه. هتكلم على الدسكونتيونيوس النون انفيسيب بلد بريشه. هتكلم على الانفاسيب بيساوي كم. هتكلم على الكالكولييشن بتاع بعض الهيمو ديناميك فاريبل المختلفه اللي احنا بنحتاجها عشان نكن لتسكريب السيركولاتري سيستم. طبعا في المحاضرة دي نتكلم الحقيقة على اجزاء كتيرة جداً لها علاقة بالفيسيولوجي بتاع الكارديوفاسكولار سيستم. الحقيقة مش انتسبها ليه الـ background المفروض تكون عند الطلبة. هنتكلم عليها بتفاصيل عشان يبقى كلنا على نفس الـ baseline ونقدر احنا نتكلم على الـ measurements بشكل يكون فيه يعني فهم ليه الـ underlying processes في الفيسيولوجي. كبداية الكارديوفاسكولار monitoring covers monitoring of heart and circulatory functions. فبتكلم على القلب كأنتتي الوحدية خالص. نتكلم على الـ circulatory function كأنتتي الوحدية خالص. طبعاً مهم جداً نحن نقدر نحن نعمل كارديوفاسكولار monitoring علشان بتـ make it possible to commence interventions quickly in the event of any impairment. لو حصل اي قصور في اي حاجة في القلب او في الـ circulatory functions طبعاً بيبقى حاجة خطيرة جداً بالنسبة للـ patient. وطبعاً بيبقى مهم جداً نحن نـ comments او نبتدي الـ intervention او نبتدي العلاج بتاعنا فوراً او تدخل بتاعنا يتم بسرعة علشان نقدر نلحق العيان ده. فاللياسات اللي احنا بنعملها دي are used to assess the condition of the patient, reach a diagnosis, decide on therapy and monitor therapy. يعني بنشوف العيان حالته عاملة ازاي? اذا كان عنده مرض بنقدر احنا نشخصه. اذا كان محتاج علاج يبقى معنا كده لازم نقرر العلاج ده هو نوع ايه? وبعد ما يتحط العلاج او بعد ما يتنفذ العلاج بنـ monitor العلاج دوت اذا كان ماشي في الطريق السليم ولا لا. طبعاً نحن بنكلم على cardiac function in the form of electrical phenomenon للـ ECG والmechanical effects بتاعتها اللي هي pressure build up and volume delivery, contractility, preload and afterload. يعني مش بنكلم بس على electrical phenomenon زي ECG ونقول ان هي دي كفاية. لا ده احنا لازم نتأكد ان electrical phenomenon دي والcontraction اللي حصل في القلب دوت حصل بطريقة كافية ان هي تخلي الانسان يكون عايش بطريقة سليمة. فمنبص على كل mechanical effects اللي بتنشأ عن طريق بتنشأ بعد الـ electrical phenomenon اللي احنا ملسى لـ ECG. وطبعاً بنكلم على pressures الموجودة في اجزاء مختلفة من circulatory system. بنكلم على cardiac output او volume delivery بتاعي اللي انا بطلعه من القلب قد ايه. بنكلم على contractility بتاعت القلب. بنكلم على preload والafterload. يعني احنا بنملأ قد ايه وفي الاخر بننقبض بالنسبة قد ايه. عشان نقدر في الاخر نعمل assessment لكل الفنكشن بتاعت circulatory system على بعضه. اول حاجة نتكلم على electrical phenomenon اللي هي بنكلم على evaluation بتاع القلب نفسه اذا كان شغال بطريقة سريمة ولا لا. طبعاً هكلنا اسمعنا على ECG اللي هو electrocardiogram. وده بـ provide information about heart rate and rhythm. excitation, conduction and re-polarization and re-disturbances or disturbances in these functions. يعني اي تغيير في الكلام ده كله اي تغيير في اي واحدة من دول. بعتبر ان هو disturbance. disturbance معناه ان هو حاجة ممكن يتأثر لي على الفنكشن بتاعت القلب عموماً بعد كده. فطبعاً لازم نكون واخدين في اعتبارنا حاجة مهمة قوي. ان رغم ان ECG بدينا indication مهمة قوي على القلب شغال ولا مش شغال بطريقة منتظمة. ECG does not provide any direct information about the pumping capacity of the heart. يعني متكلم على mechanical cardiac function هو ما يدرش ان هو يريبرزنتد باي حال من الاحوال. فلازم مهم جداً احنا اللي بواخدين في اعتبارنا ان مش كفاية بس نحن نبص على ECG نتأكد ان هو سليم. لا ده احنا لازم نبص برضو على ال mechanical effects فقط ECG او mechanical cardiac function عشان نقدر نقول ان البني ادم ده ال cardiovascular system بتاعه سليم. طبعاً الاياس بتاع ECG نفسه بيتم عن طريق مجموعة من الليز. ممكن يبقى فيه تلاتة ليز. ممكن يكون فيه اربعة ليز. ممكن يكون فيه خمسة. وطبعاً ال lead wires بتاعتنا الاساسية هي طبعاً ال right arm, left arm, left leg. ممكن نزود معهم neutral بتاعنا هي ال right leg. ممكن احنا نحط كمان واحدة في النص هنا بتبقى يعني another lead هنا عشان يبقى فيه عندي اربعة leads بالشك ده كده. وممكن يبقى فيه عندنا V و V plus بحيس يبقى فيه عندنا اربعة leads بالاضافة او خمسة leads بالاضافة لل neutral lead اللي انا بقى عملها ك reference بالنسبة لل signals بعد دي. طبعاً في الاستعمال بقى في المستشفيات هنلاقي ان احنا عندنا lead wires بتوصل بالpatient. بيبقى لها color code معين علشان مثلاً nursing staff اللي بي apply the electrodes دي على الpatient مايبقاش في اي confusion. وفي الوقت نفسه علشان الجهاز برضو يبقى ياخد الكل signals دي بالorder السليم بتاعها بحيس لو عمل لها diagnosis مثلاً او بيعمل arrhythmia detection مثلاً يقدر يعملها بشكل سليم مايبقاش في اي خطأ. ففي عندنا two codes اساسيين جداً. لو IEC1 وال IEC2. IEC2 بتاع United States بتاع امريكا. بيبقى عندي الright arm بيبقى white. الleft arm بيبقى black. الleft leg بيبقى red. الright leg بيبقى green. الv بيبقى brown. والv plus بيبقى gray brown. يعني بيبقى يعني في خطوط خط gray وخط brown. اليوروبيان سيستم بتاعي اللي هو IEC1. الright arm بيبقى red. الار بيبقى red عموماً يعني اللي هو في كل الاحوالة هنا. R هي نفسها الright arm. يعني ما بقى اشوف هنا الحاجة اللي بين قوسين دي. هي اللي في اليوروبيان سيستم بتاعي. فالR بتبقى red اللي هي الright arm. الL بتبقى yellow اللي هي left arm. الF تبقى green اللي هي عبارة عن left leg. الN بتبقى black اللي هي neutral اللي هي الright leg. الV نفس الV هي برضو في الاتنين واحد. هنا بتبقى white وهنا بتبقى gray white. فطبعاً واضح ان الاتنين الوان مختلفة. الorder بتاع الالوان هنا مختلفة يعني هنا تماماً. فلازم نبقى اخدين في اعتبارنا كويس قوي. الorder بتاع ال lead دي عشان ما نغلطش ونبقى عارفين بالزبط الكود بتاعنا ماشي ازاي بالنسبة لي بالنسبة للجازة اللي همشتغل به. الهارتر هي طبعاً واحدة من الحاجات المهمة جداً. اي حد في الدنيا بيبقى مثلاً شكين نهو تعبان شوية بيقسوه النبض يعني. ده عبارة عن النبض. ده عبارة عن number of beats per minute. ده الحاجة اللي احنا دايماً بنقسها للبني قدمين عموماً يعني متعارفين نحن نقسها البعض يعني. فباسيكلي بنتكلم عليها ان احنا بنقسها. طبعاً ال typical range بتاعها بيبقى من 15 ل 300. طبعاً 300 ده يبقى عالي جداً. 15 يبقى قليل جداً. طبعاً ده ال range اللي ممكن يعني في الحالات المرضية طبعاً بني قدم عايش ممكن يعني في الحالات المرضية ممكن يبقى 15 حالات مرضية بقى 300. بس العادي بتاعه بيبقى طبعاً في النص. وطبعاً بنقدر نحسبه بكذا طريقة الحقيقة. طبعاً احنا بنعمله كmoving average over specific time. او specific number of QRS complexes. طبعاً شكل ESG بتاعنا بيبقى شكله عامل كده. فاحنا ممكن نقول والله ده انا هاخد عشرة من QRS complexes دول. واقسم الوقت بتاعهم. يعني اقسم الوقت دوت. او اقسم number of QRS complexes دي على الوقت بتاعهم. ويبقى عندي كده ال rate بتاعي بيبقى عبارة عن beats per minute. او ممكن انا اعمل حاجة تانية. ممكن اخد وقت معين one minute مثلاً او ten seconds مثلاً حتى. واحسب عدد ال QRS complexes اللي جات فيه بتساوي كام. ومنها اقدر ان انا برضو احسب number of beats per minute بيساوي كام. في طريقة تانية برضو ممكن احنا نحسبها نحسب بيها ال heart rate ان انا ممكن ناخد R to R interval بتاعتنا. وناخد واحد عليها. واحد عليها دي بيبقى بيديني instantaneous value لل heart rate دا بيساوي كام. عادتها ببقى بناخدهاش هي زي ما هي كده لانها عادتاً بيبقى شوية نويزي. لان ال heart rate ما بيبقاش منتظم قوي الدرجات دي. فبناخد عادتاً average بتاع multiple R to R intervals. وناخد ال average دا بعد كده هو اللي ناخد واحد عليه عشان يدينا في الاخر heart rate بتاعنا بيساوي كام. فبيبقى moving average على اساس من انا باخد مثلاً ساي اخر 10 cure acids مثلاً. واحسب ال period بتاعتهم بتساوي كام. واعمل average ديها واحسب منها ايه? احسب منها ال heart rate بيساوي كام. لو اتحركت الوقت التاني باخد العشرة cure acids اللي عند الوقت التاني دوت. وكذا بحيث دايماً يبقى عندي heart rate بتاعي keep up مع ايه? مع ال condition بتاع ال patient. الحقيقة ال heart rate الحقيقة ساعاتي بالترنتيف لل ECG. لما ال ECG ما نقدرش نستعمله. طبعاً في حالات نستعمل في ال ECG لما يكون فيه interference. ومثال على كده لما واحد بيعمل coterization في ال operating theater. يعني واحد في وقت العمليات بيعمل cotery. اللي هو بيعمل اللي هو diathermy. انت عارفين جهاز diathermy اللي هو بنستعمل فيه القطع باستعمال high frequency signals. فده الحقيقة لما بنستعمله مع ال patient. طبعاً السيجنال بتاعت الكوتري نفسها بتبقى عالية جداً. بتبقى قيمتها على بكتير جداً من ECG. فتعمل interference عالي جداً على ECG. ما قدرش عايشه طريقة سليمة. ففي الحالات دي ممكن هيس ال heart rate بطرق مختلفة غير ECG. واستعمله عشان تشكع على ال condition بتاع ال patient بتاعي عمل ازاي. وده طبعاً ممكن نحن يعني نقدر نحسبه من حاجات مثلاً زي blood pressure. او ال SPO2 زي pulse oximetry. زي ما نشوف البلس oximetry بعد شوية. طبعاً كل واحدة من دول بتديني curve. والكيرف ده بيبقى characteristic بيبقى بيطلع وبينزل مع السيستولي والديستولي مع الانقباض والانبساط بتاع القلب. فبالتالي بقدر من انا اقيس ال period بتاعت ال wave forms جالي من blood pressure. او من ال SPO2 signal. اقدر منها ان انا نحسب برضو ال heart rate بنفس الطريقة اللي كنت بقاسها من ال ECG. طبعاً الاياس الاساسي بتاع ال heart rate اللي هي من ال ECG بقى نحن لازم نعمل safe detection of QRS complexes في ال ECG. ونقدر بعد كده نتأسس منها ال R to R intervals. طبعاً في عنده ال algorithmات كتيرة جداً في literature how to measure QRS complex. how to detect the QRS complex ده. لان احنا فعليه لو احنا عمل لها detection بطريقة سليمة. يبقى معنى كده ها detect النقطة دي بطريقة مزبوطة. والنقطة دي بطريقة مزبوطة. فالمسافة اللي بينهم هتبقى سليمة. وبالتالي ال heart rate بتاع اللي هيسه باستعمال ال interval دي هيكون سليم. ال hemo dynamics بقى. on the other hand بقى يعني في الجانب الاخر. بنتكلم بقى على mechanical effects بتاعت ال heart function نفسها. يعني القلبي بينقبض وينبسط. اوكي. فيه electrical phenomena هي اللي بتخلي العضلات بتاعت العضلة اللي موجودة بتاعت القلب دي. تنقبض بالشكل المفروض تنقبض بيه. هل الانقباط دوت تم بطريقة كافية بحيث ان ال hemo dynamics بتاعتي او السريان بتاعت الدم في الجسم دوت تم بطريقة سليمة او مش بطريقة سليمة او في عندي مشاكل او في قصور في ال hemo dynamics بتاعتي ولا ما فيش قصور. اوكي. فطبعا ال hemo dynamics في حد زيته هو study of the flow of blood in the circulatory system. هو دراسة سريان الدم في الايه؟ في جهاز الدوري كله. طبعا ال flow دوت هو ال driver الاساسي بتاعه هو pressure اللي generated by the heart. يعني انقباض بتاع القلب نفسه هو اللي بيسبب لي في الاخر كل السريان الدم اللي موجود في الجسم ده كله. من غير الانقباض بتاع القلب ده ما توقعش ان يبقى في عندي flow خالص جوه الجسم. فبنتكلم على ان ال pressure في ال vascular system بتاعي بيبقى عادة highly dependent on the activity and the position of the body. يعني hydrostatic pressure طبعا احنا بيكلم على بني ادم لو بقيس مثلا الضغط في الرجلين او بقيس ضغط في المخ مثلا كويس وهو واقف. هلاقي الضغط طبعا اللي في الرجلين اعلى بكتير جدا من الضغط اللي على المخ. نتيجة احنا بتكلم ان الوزن بقى بتاع الفلويد اللي موجود ده كله بيبقى يعني basically superimposed على الرجلين. وبالعكس بقى لما يكون في المخ بيلاقي ان ال pressure بيبقى اقل لما يمكن نتيجة ان ما بيبقاش فيه يعني كمية كبيرة من الفلويد يعني hydrostatic pressure بتاعي بيبقى minimum عند المخ. فلو انا مثلا ال position بتاعي لو انا standing up هلاقي ان فيه variation بين الراس مثلا وبين الرجلين. لو بن ادم نايم هلاقي ان كل تانية زي بعضية بقى مش هتختلف. فطبعا بيبقى مهم جدا ان احنا لما نيجي نقيس ناخد الاختلافات دي في اعتبارنا. ما ينفعش ان انا بقيس في اي مكان وخلاص. يعني لما بقيس مسلا الضغط مسلا من دراعي. او مسلا من الاجهزة بتاعت الاجهزة المنزلية بتاعت الاياس دي. بتعمل على على الرزق بتاع بتاع الايد مسلا. بتكلم ان انا لازم احطها في نفس ال level بتاع القلب بالزبط. لو انا احطتها الفوق. لو انا رفعت ايديا الفوق. او نزلت رجلها التحت. خليتها جنب يعني خليت اللي هي المكان اللي بقيس منه دوت. جنب رجلية. اوكي. هلاقي ان فيه اختلاف كبير جدا في ال pressure بين الحاجات دي وبعض. بين الاماكن المختلفة وبعض. فمهم جدا ان احنا دايما ناخد ال pressure measurements بتاعتنا دي. at rest. based on the height of the heart. يعني احطها احط الجهاز بتاع الاياس ده. يبقى leveled مع ال heart. يعني نفس ال level نفس ال horizontal position مع ال heart. عشان يبقى نفس ال hydrostatic pressure بتاع ال heart. otherwise هيبقى فيه عندي variations بتاعت activity. وبتاع ال position بتاع القلب من المكان الاياس. هيخلي الاياسات بتاعتي كلها useless. مرهاش اي قيمة خالص. اوكي. فطبعا ات rest معنى انا دلوقتي عشان بعد كده لما ايس تاني اقدر انا اوصل لنفس ال condition وقارن الاياسات ببعض. وال position عشان اقيس الاراية المزبوطة اللي هي بتعبارني عن ال pressure اللي عند ال heart بيساوي كم. عمتا ال vascular system بتاعنا نقدر نقسم وظيفيا لحاجة بسميها low pressure system. وحاجة بسميها high pressure system. اللي بكلم على small circulation اللي هي بكلم على pulmonary circuit. اللي هي ال circuit اللي انا ببعد فيها الدم للرقة. وبيرجع لي بعد كده من الرقة للقلب تاني علشان يعني يحصل ال oxygenation في ال circuit دي. ال high pressure system بقى هو بقى اللي بكلم على systemic circulation. بتكلم على ان انا دلوقتي الدم اللي طالع من الاورطة اللي طالع بعد كده رايح لجميع اجزاء الجسم ويرجع لي بعد كده من الفينا كيفا اللي بتبقى موجودة عندي في 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 ال right heart. فبتكلم دلوقتي ان انا two systems دول طبعا بيبقى لهم اياسات مختلفة. ولازم ابقى اواخد في باعتباري انه كل واحد فيه ممكن يبقى فيه لبعض المشاكل. يعني لازم انا اقدر ايس كل واحد فيه مستقلة عن التاني بحيث ان انا اقدر اشخص الامراض اللي ممكن تكون موجودة في ال small circulation او parmolar circulation او في systemic circulation. طبعا البروسيس نفسها اللي بتحصل في الكارديو فسكوري سيستم من ال heart بيجينيرات pressure in its contraction phase. اللي هو السيستلي. و by means of which stroke volume is expelled from the ventricle into arterial vascular system. يعني عنده القلب بتاعنا بينقبض. وفي الانقباض بتاعه ده بيقزف اللي هو stroke volume دوت اللي هو كمية الدم دي. للarterial vascular system بتاعي اللي هو بيروح بعد كده لل systemic circulation في جميع اجزاء الجسم. ف every stroke volume convey generate pulse wave. يعني basically كل انقباضة طبعا بيبقى 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 من الدم كده موجودة او مشجة في الدم مع الدم نفسه. فكبريشور wave كده موجودة. وبتعرف لي السايكل نفسها ال contraction phase بتاعها كان امتى بالظبط. ال peak pressure during expulsion of stroke volume from ventricle is the systolic blood pressure. يعني اعلى نقطة في ال pressure curve. لانا بييس ال pressure curve بتاع القلب. اعلى نقطة فيها systolic blood pressure. والpressure at the end of relaxation phase. لو diastole is referred to as diastolic blood pressure. ده the lowest point of the pressure curve. اوكي. فرحبا بنقيس مسلا دم دمنا ببقيس الدم بنقيس مسلا نقول فرضا 120 على 80. 120 ده يبقى systolic blood pressure. 80 ده هو diastolic blood pressure. ده القيمتين دول بدون ال range بتاع blood pressure. ودور مهمين جدا الحقيقية ان انا اقدر اعرف بهم. اذا كان في اي مشكلة في الكارديو vascular system او لا. الفرق اللي بينهم بقى الفرق بين systolic و diastolic blood pressure. ساعات بعض الناس بيسمود blood pressure amplitude. بس ده يعني مش مش مستعمل كتير الحقيقة. المعتاد ان احنا ناخد systolic و diastolic pressures كرقمين مستقلين. في الحقيقة الضغط بقى نفسه اللي هو بيمانتين ال blood flow in the vascular system and acts as the driving force of perfusion. بنسمي المين pressure. في السيستيميك circuit بيبقى في عندي المين arterial pressure ده بنسميه ال APM arterial pressure mean. او ساعات سميه MAP اللي هو capitals map. اللي هي mean arterial pressure. اللي انا بكلم بقى على pulmonary circulation. بكلم بقى على mean pulmonary artery pressure. فبتكلم على pulmonary artery pressure mean. اوكي. طبعا كل واحد من ال two circuits دول بيبقى المين بتاعه طبعا بيبقى مهم جدا. لان هو الليفل بتاعه طبعا هو اللي بيتحدد لي ايه اللي بيحصل بالظبط. طبعا انا عندنا في الجسم في السيستيميك circulation. المين pressure ده هو اللي بيحدد لي اذا كان ال exchange of metabolites و اوكسجن. حاجات ده كلها بيحصل بين الدم وبين الجسم بطريقة سليمة او لا. بالنسبة لل pulmonary circuit بنتكلم على ال exchange of oxygen و CO2 بين ال alveoli وبين الدم بيحصل بطريقة سليمة او لا. نتكلم على شوية definitions اساسية كده عشان نبقى عارفينها برضو عشان نبقى بعد كده نتكلم عليها تبقى عندنا يعني معروفة بطريقة يعني كونسسطنت. ال stroke volume بيدبند على ال preload contractility of myocardium والafterload. طبعا الميocardium دي طبعا دي حاجة كنا نعفينها دي بارا عن الميocardial muscle دي. انما ال preload والafterload محنا نشعفينهم اوي ال preload هو ال stretching of myocardium brought about by passive filling of ventricles at the end of diastole and is best described by endoastolic volume. احنا بيسكلي بنتكلم على ان احنا في المرحلة بتاعت ال diastole اللي بيحصل ان احنا بيبقى فيه الدم اللي كان موجود في الاتريم. يعني بيسكلي الاتريم اللي هو ال left or right بينزل ويملى ventricles. فمعنى كده ان احنا كمية الدم اللي نزل اللي stretching اللي حصل في الميocardium بتاع ventricles في المرحلة بتاعت قبل ال contraction على طول ده بيسمي ال preload. ال afterload بقى بعد ما حصل خلاص النوع بقى loaded بعد ما الدم خلاص دخل في ventricles بقى موجود وعمل stretching الميocardium. الفرس اللي exerted by the cardiac muscle to overcome the resistance in outflow tract of the left ventricle and peripheral circuit ده اللي بيسمي ال afterload. اوكي؟ يعني بكلم على انها دلوقتي الانقباض نفسه اللي نشأ عن ال cardiac muscles دي هي بالضبط هو ده ال afterload. هو ده الفرس اللي هي بتقاوم في الاخر ال resistance بتاعت كل ال peripheral vascular system بتاعي عشان في الاخر اقدر امشي الدم في جميع اجزاء الجسم. فبتكلم على ال mean arterial pressure بتاعي. وبتكلم على ال vascular resistance are measures of the afterload. كل مكان ال mean arterial pressure عالي كل مكان ال afterload عالي. كل مكان ال vascular resistance عالي كل مكان برضو ال afterload عالي. في الحقيقة فاكتورز تانية برضو بت determine blood pressure behavior that include elasticity of vascular system components. يعني بتكلم على اذا كان ال vascular elastic بطريقة كافية ولا ما هياش. يعني ساعات بتبقى rigid نتيجة مثلا لبعض الامراض. او بتكلم على circulating blood volume. او peripheral vascular resistance. كل الحاجات دي الحقيقة بتأثر لي على ال blood pressure behavior شكل عامل ازاي. يعني بتكلم مثلا لو كمية الدم مثلا لو واحد نزف كتير مثلا. هلا ان ال behavior بتاع blood pressure بتاعه مختلف تماما عن شخص ما حصلوش النزيف دوت. ونفس الكلام برضو resistance دي بتتغير حسب طبعا لا علاقة الحقيقة برضو باللستيسي بتاعة vascular system components. ولا علاقة برضو ببعض الاحهم بيبقى في عندي مثلا في الجزء الاخراني خالص من circulation زي مثلا الناس اللي عندهم سكر بيبقى في بعض blood vessels مقفولة. فدي بتحقيق بتسبب لي مشكلة حقيقة طبعا مشكلة كبيرة طبعا بس يعني دي ممكن تقصر لي جامد جدا في المرحلة اللي قبل ما تتقفل مثلا ال resistance تعدى تتبقى عالي قوي. فدي برضو بتقصر لي على blood pressure بتاعي بيبقى عامل ازاي. فطبعا دي برضو بتبقى influence بال wall tension بتاع الفسلز. وده بنسميه vessel tone. وده يسعى بيبقى control او هو دايما بيبقى control بالsympathetic nervous system. يعني ده اللي بيخليلي مثلا لما بيحصل عندي مثلا inflammatory reaction بيبقى فيه مثلا ال blood vessels بتوسع مثلا. او لما يكون مثلا في عندي حاجة يعني مثلا الدنيا تبقى مثلا فيه يعني condition تاني مثلا بيبقى مثلا بالعكس مثلا ممكن تساعتها يرجع normal tone مثلا يبقى موجود تاني. فالتون بتاع الفسلز نفسها بنقدر نتحكم فيه او فيه طريقة نحن نتحكم في smooth muscles بتاع الفسلز نفسها عن طريق sympathetic nervous system. ال delivery volume of blood per minute بنسميه cardiac output اللي هو بنختصره CO وده الحقيقة بيبقى ال product بتاع stroke volume وال heart rate يعني دي عبارة عن volume per heart rate وده عبارة عن heart rate يعني cam beat per minute فباسيكلي لما اضرب يتندر في بعض بيبقى عندي volume per minute فده طبعا بيبقى حاجة بيبقى مهمة جدا ان انا اعرفها وده واحدة من ال parameters الحقيقة اللي احنا هنشوف ازاي ان احنا نحسبها ازاي ان احنا نقسها وازاي ان احنا نحسبها action يعني بيبقى فيه عندنا control mechanisms في الجسم الحقيقة عشان تregulate circulation والهدف الاساسي بتاع ال control دوت نهو يادجس cardiac output علشان يسابلاي اوكسجن eliminate co2 من cells بتاعتي يعني بيبقى عندي cells بتاعتي sensors بتحيس انها بتحسلي بالزيادة بتاع CO2 او نقص بتاع الاكسجن بحيس انها تخلي circulation بتاعي يبتدي يزيد يعني على سبيل المثال لما احنا مثلا بتين نعمل exercise احنا بنعمل exercise احنا بنحتاج ان احنا يبقى فيه عندنا اكسجين اكتر عشان احنا بنبذي مجود اكتر فباسيكلي لازم انلاقي ان احنا heart rate بتاعنا بيزيد نتيجة لكده وبالتالي بيبقى يعني heart rate الزيادة دوت والcardic output الزيادة دوت بيسمح لنا ان احنا يبقى فيه عندنا اكتر شوية ويبقى فيه عندنا CO2 اقل يعني CO2 نستحقه بطريقة بحيث في الاخر نقدر نمتين الفنكشن بتاعتنا اللي هي اعلى شوية في الليفل في الوقت اللي احنا بنعمل فيه exercise دوت فباسيكلي في الاخر خالص الهدف من الكلام ده كله ان احنا يعني نكيب بيزيد نمتين يعني لازم نحنا نمتين الوضع بالنسبة للسلز مثلا بتاعتنا وبالنسبة للانديفيد الارجان الموجودة انها تبقى في وضع ستيبل ويبقى الpressure بتاعها الموجود يسمح لها انها تعمل بشكل سليم وتعمل exchange of metabolites و exchange للجاس بطريقة سليمة وكل حاجة بعد كده في ال control بتاع بيتعمل علشان في الاخر ده يبقى موجود لو بنتكلم بقى على الهيمو دي pressure waveform احنا ممكن نقسها من اي بني ادم الاي سي جي زي ما احنا شايفين بيبقى هنا كده بالشكل ده كده يعني النقطة دي هنا كده هي qrs هنلاقيها انها بتيجي قبل systolic pressure او قبل جزء السيستولي لان ده ال waveform دي لسه هتبتدي propagate وبعد ما propagate هتبتدي بعد كده تعمل contraction يعني دي عبارة عن stimulus بتاعنا وال muscles بعد كده بتاعت عشان تعمل contraction بيبقى في delay time اللي هو الوقت ده كده بيبقى في delay على بال ما ال waveform بتاعت ال excitation تيجي وال contraction ده يحصل ال peak بتاعت ال waveform دي ازا ما احنا قولنا هو systolic pressure ال value بتاعتنا دي او اللي هي minimum بتاعنا هنا دوت اللي هي الموجودة هنا دي هي عبارة عن diastory dyastolic pressure المين بتاعنا ده ممكن نحسبه عن طريق نحنا نعمل integration لل value ديت ونقسمها على ال time بتاعنا الموجود هنا عشان نقدر نحسب المين بتاعنا المين arterial pressure اللي هو الموجود عندنا هنا بيساوي كان فبنتكلم هنا طبعا ان احنا ممكن شكل ال waveform نفسها بيبقى مميز ان في حاجة اسمها anacrotic limb وحاجة اسمها diacrotic limb اللي هو الحاجة اللي هي اللي طلع هنا واللي نازله بعد كده وطبعا بيبقى في عندنا حاجة هنا بيسمها diacrotic notch يعني مشكلة قوي نخش في التفاصيل زي كده وفي الاخر طبعا هيهمنا نبقى متخيلين شكل waveform دي عامل ازاي وعارفين علاقتها بال ecg عاملة ازاي ومتخيلين طبعا normal range بتاعها انه هو يبقى مثلا من 80-120 طبعا range بتاعنا اللي هو اللي ممكن يبقى موجود في ال patient ممكن يبقى اوسع من كده بكتير طبعا حسب الحالة بتاعت المريض عشان نعمل بقى monitoring ممكن نعملها عن طريق نحنا نبص على blood pressure ممكن نعملها عن طريق نحنا ال blood pressure ممكن نقيته non-invasively او نقدر نقيته فممكن نقيته non-invasively بحاجة اسمها non-invasive blood pressure determination دي عادة بحاجة بحاجة نسميها oscillometric method انا اتكلم عليها دلوقتي ممكن نقيته continuously يعني ده طبعا هي طريقة اللي احنا نقيته في البيت مثلا هي الجهاز الصغير في البيت ده طبعا تبقى discontinuous معناها ان انا دلوقتي بقيته بس مش بقيته طول الوقت بحاجة بحاجة 24 ساعة في طريقة تانية بقى ممكن نعمل بها continuous non-invasive يعني arterial pressure measurement دي بسميها continuous بقى عشان ممكن فعلا تقيته بطريقة continuous طبعا تقيته طول الوقت فدي طبعا طريقة تانية اقدر اسبيها برضو blood pressure طبعا ممكن انا اخذ الكلام ده وبص على البلس نفسها طلعلي من الـ SPO2 على اساس ان انا برضو ممكن انا بص اشوف شكل ويف فور ما اعمل ازاي واقدر منها طلع الـ heart rate مثلا بس دي ما تدرجة طلعلي الـ pressure الحقيقي ممكن نفس الـ blood pressure نقيسه بطريقة invasive فباسيكلي ممكن يبقى فيها عندنا نقيس الـ invasive blood determination blood pressure determination وباسيكلي ممكن انا اقيس arterial pressure ممكن اقيس central venous pressure ممكن اقيس الـ pulmonary arterial pressure ممكن اقيس الـ wedge pressure اللي هو موجود عندي برضو بطريقة discontinuous اللي حبيت اقيس الـ pressure اللي موجود عندي جوه الـ pulmonary artery بعد الـ valve قريب قوي من الجزء بتاع الـ capillaries بالنسبة الـ cardiac output ممكن نقيسه بطريقة non-invasive بطريقة invasive ممكن نستعمل طرق اللي هي مبنية على dilution techniques يتكلمنا عليها في المحاضرة الأولانية فممكن نعمل حاجة بسمها thermo dilution دي بقى discontinuous او فيه طريقة اسمها pico technology ممكن نعملها continuously ممكن بقى طرق التانية بس يعني طرق اللي هي thermo dilution والـ pico دولهم عام طريقتين الحياة ممكن نيصر طريقة non-invasive عن طريقة impedance cardiography ودي بتبقى continuous في الحياة المحاضرة بقيت المحاضرة دي نتكلم على كل واحدة من الـ blocks دي بالتفاصيل الحياة اول حاجة ما نبص عليها هي pulse monitoring دي بالتفاصيل الحياة pulse monitoring الحياة بيبقى دايما يعمى invasively from arterial plus pressure curve يعمى non-invasive من البليثيزمو جرام اللي هو بيطلع لي الـ wave form بتاعة pulse oximetry دي بسمها البليثيزمو جرام دي عبارة عن الـ concentration بتاع الـ oxygen مع الوقت مع الوقت كيفا بيطلع وينزق كده بنفس الـ rate بتاع الـ heart rate فالحقيقة زي ما احنا كنا بقول قبل كده pulse monitoring has a particular importance as a safety measure in such conditions as monitoring pacemaker patients عشان برضو pacemaker patients برضو الحقيقة ممكن يكون ECG نفسه مطلع على سيجنة شكلها سليم بس في مشكلة في العضلة نفسها مش مطلعها ميكانيكا الـ output يسمحني الـ patient دي يكون حالته يعني normal فبيبقى مهم جدا انا بص على pulse monitoring عشان اتأكد برضو ان الدنيا ماشية سليمة بالنسبة للايه بالنسبة للpatient دوت اللي بالنسبة لو بيكلم بقى على pulse oximeter طبعا فكرة بتاعته كنا اتكلمنا عليها في المحاضرة الاولينية absorption spectrum بتاع دي اكسي هيموجلوبين اللي هو الـ هيموجلوبين بس كده هو الـ O2 هيموجلوبين اللي هو بيعمله O2 HP اوكي وممكن كمان نضيف عليهم حاجة اسمها مت هيموجلوبين اللي هو بتكلم على الـ dysfunctional هيموجلوبين اللي هو هيموجلوبين بس ما يقدرش يحمل اوكسوجين ده بيبقى الحقيقة فيه فررس يعني بعدما فيه فررس بيبقى فيه زرتين حديد بيبقى فيه ثلاث زرات الحقيقة وده بيخلي الـ oxygen بايند للزرات بتاع الحديد دي اذا بيعمل في الـ Oxy هيموجلوبين بس المشكلة انه هو بيبقى صعب انه هو يعني عشان نخرج زرات الـ oxygen دي تاني بعد ما حصل لها بايندين مع الزرات بتاع الحديد في الـ هيموجلوبين دوت بيبقى فيه صعوبة الحقيقة ان احنا نرجع الـ oxygen ده تاني فبالتالي الـ exchange مع الجسم الحقيقى بيبقى مش يعني ده ما قدرش نستعمل انه هو يترانسبورتو اكسجن انه مع الـ Oxy هيموجلوبين العادي خالص لا ده ممكن انه بسهول انه هو ياخد اكسجن وسهول انه هو يطلع اكسجن يعني سهول انه هو يتحول من O2HP لHP بمطقة البساطة فيه نوع تاني من الـ هيموجلوبين بيسميه COHP اللي هو الـ هيموجلوبين ده الحقيقى ده بيبقى خطير جدا جدا لانه هو بينشأ منه نتيجة يعني لو كان في عندي مثلا environment فيها carbon monoxide فممكن ان الـ carbon monoxide ده يعمل لي carbon monoxide poisoning يعني اللي بيحصل فيه منه هو يعني فيه جزء من هيموجلوبين كبير الحقيقى يبتدي بدل ما هو بيرتبط بالـ oxygen لا بيرتبط بالـ carbon monoxide فبالتالي ما بيحملش اكسجن للـ organs الموجودة في الجسم فبالتالي بيحصل من كده نتيجة لكده الحقيقى ممكن يحصل يعني حالات خطيرة ممكن توصل للـ وفاة الحقيقى فطبعا الفكرة أساسية طبعا زي بكنا بنقول احنا بنستعمل الـ absorption بتاع الـ infrared عند واحدة في الـ infrared واحدة في الـ infrared ومن الاتنين دول نعمل ونحل بقى بالنسبة لو انا بتكلم على الـ oxymoglobin بقضى هطلع الـ oxygen saturation عبارة عن ايه ومنه بقضى هطلع curve بتاعي عبارة عن ايه ممكن بقى الشكل بتاع الـ probe نفسه يبقى حاجة بالشكل ده كده فيه red LED و infrared LED وبقرر انا بقى اني واحدة فيه انت بقى شغالة وفيه عندي detector هنا بيتكت بقى وفي الاخر باخد الـ 2 بعد كده المجموع بتاع الـ 2 دول لما يكون في الـ red او في الـ infrared وفي الاخر بحل بقى equations لـ two measurements مرة بالـ red ومرة بالـ infrared عشان يطلع الـ concentration بتاع الـ oxyd homoglobin اللي دي oxyd homoglobin طبعا بيبقى الياس نفسه بيبقى فيه AC component نتيجة للـ arterial flow بتاعي بيبقى فيه بعض الحاجات التانية اللي بتبقى عبارة عن constant skin نتيجة للـ skin absorption ممكن يبقى نتيجة للـ veins نفسه لي ما بيبقىش فيها نوع من انواع فباسيك يبقى قدر برضو عن طريق signal processing انا انا قدر اشيل الاجزاء اللي هي من الهاش لازمة دي الـ DC components دي بحيس ان انا في الاخر ابص بس على الـ AC component موجودة هنا وهنلاقي اكشوالي زي ما نشوف في المحاضرة اللي جاية بتاعت الـ respiratory system measurements هنلاقي ان احنا بنادر عن طريق الياس بتاع الـ peak والـ value بتاعت الـ waveform اللي هي بتاعت الـ variations دي اقدر منها طلع الـ SPO2 بيساوي كان بالضبط بالنسبة للـ patient ممكن طبعا نقيس الـ blood pressure عن طريق discontinuous non-invasive blood pressure اللي هو الـ اللي هي الطريقة العادية خالص بتاعت اياس ضغط الدم اللي هي بتتاعت بها عند الطبيب باستعمال منومتر بالشكل ده كده او ساعة بيبقى فيه gauge يعني pressure gauge اللي هو بيبقى مدور يعني مش بيبقى الـ fluid هنا كده بيطلع وبينزل لا بيبقى فيه عندي حاجة زي ضايل حاجة زي يعني متر كده وبيبقى فيه مؤشر بيقولي الـ pressure بيساوي كام فباسيكلي ده بنسميه sphingo manometer sphingo manometer ده بيبقى عبارة عن حاجة بشكل ده كده بيبقى فيه عبارة عن كف اللي تحطه على الدراع بتاع المريض فوق الـ break break the artery بالظبط وبننفخ الكوف دي لغاية لما مايبقىش فيه يعني نقدر نقفل تقريبا break the artery ده خالص بنحط السماعة بتاع الطبيب بنحط stethoscope هنا تحت break the artery تحت الكوف دي بحيث نسمع flow بتاع الدم اللي موجود في break the artery دوت ومن الحقيقة نقدر نميز مجموعة من الاصوات كده بنقدر بيها ان احنا نعرف نحدد diastoric pressure cam والـ systolic pressure cam هو طبعا مانومتر ده تبتدى بشغر بتاع ريبا راكي ده كان يعني باسيكلي هو الاول واحد تتكلم على systolic blood pressure measurement كورت كوف الحقيقة هو اللي طلع الطريقة بتاع diastolic blood pressure measurement ودي الطريقة اللي احنا نستعملها دلوقتي حالا والاصوات اللي هنسمعها باستعمال من ان احنا نحطه هنا زي بابنقيس عند الدكتور كده هي دي اللي بنسمعها كورت كوف sounds اعساس من ايه دي الاصوات اللي احنا يعني كورت كوف هو اللي عمل لها description وبنقيس بعد كده بناءنا عليه فلو احنا بنكلم على الاسكلتاتوري method اللي بنكلم عليه دي كوف is placed on exposed upper arm at the level of the heart طبعا الميزة بتاعة الجزء دوت اللي هو الجزء بتاع بريكي الارتري ده انه هو فعلا in level مع الهارت نفسه يعني نفس الليفل ده ونفس الليفل بتاع الهارت وباسيكلي بنقفل بيه يعني بنفضل نعمل يعني نزود الpressure بتاعنا هنا دوت يعني لغاية لما نعلى بتلاتين مليمتر mercury above the pressure at which the pulse can no longer be detected يعني بنحط سماعة هنا بتاع الطبيب وبنبقى سماعين ساعتها اللو بتاع الدم اللي موجود فيه البركي الارتري كل ما بنضغط او كل ما بنزود الانفليشن بتاع الجزء بتاع الكوف دي كل ما الاسوات بتتغير لغاية لما في وقت الاسوات هتختفي تماما لما تختفي الاسوات تماما يبقى احنا كده بيسيكلي وصلنا للمرحلة اللي فيها الpressure اللي موجود عندنا في الكوف هنا ادى او اعلى من الpressure بتاع الدم اللي موجود ماشي فيه البركي الارتري فمعنى كده هو قفل البركي الارتري تماما احنا عشان نميكشور بنطلع تلاتين مليمتر ميركري above the pressure دوت علشان يبقى متأكدين احنا فعلا اعلى من الايه اعلى من السيستوليك البرشور اللي بيحصل بعد كده انها بنسمع بقى يعني من السيستوسكوب بنسمع الاصوات واحنا بنريليس البرشور يعني بنخلي هنا بيقى فيه هنا فالف كده بنفتحه بحيس ان يقلل البرشور شوية صغيرين بشوية صغيرين بيبتدي اول حاجة نسمع يعني حاجة اسمع نوكينج نويزز اللي هي بنسمك كورتكوف ساونز الفيز وان او لما نبتدي نسمع الصوت دوت اوكي البيتنج نويز دوت بنعرف اعطوه ان هو ده يبقى نحدد ان هو ده بتاعنا بيساوي كذا وبنقراه بعد كده من المانومتر بتاعنا قيمته كام ونفضل نريليس البرشور دوت لغاية لما في الاخر خالص ما نبقاش سامعين اي اصوات خالص لما بنقاش سامعين اي اصوات معناها ان مفيش اي تربلنس موجود عندي في البرك الارتري يبقى معناها ان البرك الارتري مفتوح على اخره مفتوح على الاتساع بتاعه فمعنا كده انا وصلنا للليبل بتاع الديستوليك براشر فمعنا كده بنتكلم على ان احنا بنقيس الفاليو اللي عندها ابتدى ما يبقاش في اي نويز خالص وسمي الفاليو دي هي الديستوليك براشر بتاعه وبالتالي انا كده من من البراشر اللي عنده حصل بداية النويز لغاية لما انتهت النويز هو ده بقى كده الايه السيستوليك وديستوليك براشر اللي انا بقيسه بالنسبة للبيشنط في الحقيقة فيه طريقة تانية برضو نقدر نقيس بيها برضو نفس الحاجة بطريقة ما نسميها الاستليوماتريك ماثود استليوماتريك ماثود دي الحقيقة هي دي طريقة المستعملة فعليا في كل الاجهزة المنزلية بتاع اياس الضغط اجهزة اللي هي الاطوميتد اللي هي تتحط على الريست او تتحط على الارم بتاع البيشنط فباسيكلي اللي بيحصل هنا كالاتي ان احنا بنعمل برضو نفس الكلام يعني البراشر بتاع الكاف نفسه بنفضل يعني نعلى برضو بنفس الشكل اللي احنا عملناها قبل كده لغاية لما نبقاش في اي اصوات خالص يعني برضو نعلى بحوالي تلاتين مليميتر ميركري أبوف السيستوليك براشر وني بطاقن ag Bang خطوة بخطوة 3 مليمي ميله بميركري كل مره لغاية لما نبتدي نسمع ان في اصيليشن الازلية يعني اسمع ان في السيوكم على السيو �aw сами مجرد معي بداية الخارج تهاز السيستوليك براشر وبتدي بعد كده لإستيراني الستيزيائيشن التزيد وتزيد 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 لغاية لما توصل تبقى ماكسموم والماكسموم ده هو عادة بيبقى المين oming아�تهيار وتضيب بعد كده تقل وتقل وتقل مع ان انا بقل للبرشاة بتاع الكف اللي انا حاطتها لغاية لما توصل لليفل معايد وتتبقى مانتين الليفل ده بعد كده الليفل دها هو اللي بسميه الستيزيائي براس BUT باقي الواففورم ده تبقى متاسه بالجهاز بتاع الضغط الملمات إن علي نحن نحن في هذه الحالة النقطة التي يحدث هنا فى من قل이라 페achter ونزيزها ظلية حتى النقطة. هيبقى فيه باسيكلي ويك بريشور سيرجس يعني الوسيليشن هيا تبقى ضعيفة جدا اول لما يبتدي الفاسل يأوبن هلاقي ان الوسيليشن سيبتدي بقى بشكل اعلى وتوصل بقى الماكسمن بتاعها لما يكون عند المين ارتريل براشر لما بوصل للدياستوليك براشر بقى لما يكون خلاص الفاسل مفتوح على التساع وزي ما انا بشوف هنا كده بقىش في ايه اسيليشن خالص تبقى فيري مانيمال اسيليشن سيبقى موجودة فقدر ايديكت منها ان انا كده خلاص وصلت الدياستوليك براشر فبيديكت النقطة دي وديكت النقطة دي وديكت كمان النقطة اللي في النص دي بحيس ان هو يعني بالسيجنال براسسينج الالجوريثم الموجودة عنده يقدر يديكت الليفلز بتاعته بيساوي كان بالزبط ويقدر ايديكت اذا كان فيه ارتفاكت برضو في الاياس بحيس يقدر ييستاني ويقدر ان هو يعني يطلع قيمة دقيقة الاياس البراشر بيساوي كان بالنسبة للبيشن طبعا دي فيها ميزة مهمة جدا الطريقة دي الحقيقة ان هي مش معتمدة خالص على وجود طبيب يعني ممكن دلوقتي ان الاياس البراشر ده شخص بيييسل نفسه يعني فيه جهاز وجهازها بيييسل الشخص دوت وطلع القرائية من غير ما نضطر ان احنا يبقى دائما عشان ايسي البراشر دوت لازم اروح لطبيب طبعا الاياس بتاع الطبيب بعض الاحيان بيبقى داق شوية لان في بعض الاحيان ببقى برضو لو كان في حالات خاصة يعني ممكن يبقى فيه عندنا دي تكشن بتاع الجزء دوت او دي تكشن بتاع الجزء دوت ممكن يبقى فيه ايررز بس بباردو بيبقى برضو يعني كفاية او يعني يعني كريب كفاية احنا ندهى نعتبر طوره دي بباردو ستيل very convenient أو very useful يعني في الpractical use. فطبعا هنلاقي كل الالكترونيك pressure sensors أو كل الالكترونيك pressure يعني measurements اللي بتتعامل بالأجهزة الصغيرة دي كلها بتتعامل بطريقة بنسميها الاصيلومتريك مثل نتكلم بقى دلوقتي على continuous sun invasive arterial blood pressure measurement اللي هي synapse. فبنتكلم بقى ان احنا الpressure عموما ما هواش دايما ثابت وبيتغير within a matter of seconds يعني ممكن مسلا واحد فينا بيتكلم دلوقتي وقام مسلا تحرك جاب حاجة ورجع هلقى ان الpressure بتاعنا ممكن يكون تغير شوية بعد ما رجع عن قبل ما يروح. وطبعا بالذات لما بيتكلم على patient under anesthesia فباسيكلي عندنا في يعني يعني ما كل البيشت متخدر طبعا عندنا احتياج كبير الحقيقة ان احنا نكشور ان هو حالته الصحية سليمة فطبعا بنبقى محتاجين الحقيقة ان احنا يعني ما ندرش ان احنا استضغطه بتاعه كل مثلا ربع ساعة. لا ده بالنسبة لنا وقت كتير كده عايزين يبقى عندنا more or less continuous measurement لل pressure علشان نقدر نحدد اذا كان في اي حاجة حصلت او اي حاجة تغيرت بشكل dramatic نقدر على طول نعمل intervention بشكل سريع. فباسيك اوكي. وباسيكلي من ال variations في volume بتاع ال الاصابع دي نتيجة لل pulsations بتاعت flow نقدر منها الحقيقة نطلع wave form ونقدر نملك calibration بحيس انها تدينا pressure measurement فهي حاجة حاجة مهمة جدا علشان نقدر ان احنا نعمل بيها الحقيقة ياس دائم او ياس مستمر الpressure دا بيساوي كان فالحقيقة اللي بيحصل طبعا ان احنا الطريقة بتاعت الاياس نفسها بتبقى optical بيبقى فيه optical sensor بحيس ان هو يقيس ال variations دي بطريقة optical يعني بحيس ان هو يقيس ال variations خالص يعني يعني فعلا يعني اي small variation دي قدر يعملها مجرم بطريقة accurate وباسيكلي احنا يعني في المرحلة بتاعت الاياس نفسها بنزود الكوف pressure وباسيكلي وبعد كده البالس نفسها بتسبسايد لما الكوف pressure بيبقى reduced يعني بمعنى انها دلوقتي لما انا دلوقتي بزود الكوف pressure ببتدي احس بالبالس بشكل واضح وبعد كده لما بقلل الكوف pressure بخلي البالس نفسها بتبقاش واضحة بالنسباني فطبعا البالس نفسها الكوف pressure نفسه بيرفلكت ال pressure occurring in the enclosed finger artery with high degree of accuracy فبالتالي انا بخلي اكن الحاجة اللي موجودة جوه الكوف دي اكنها هي نفس ال pressure بتاعها هو نفس ال pressure اللي موجود جوه الجسم بالظلط فطبعا دي ممكن الحقيقة الميزة بتاعتها ان احنا ممكن نعمل لها اياس بطريقة بسيطة وطريقة accurate ونقدر بها بعد كده الحقيقة نقدر يعني نخلي مثلا اناسيجيا مثلا ممكن نخليه بقى continuous monitor باستعمال الطريقة دي في الواقع بقى عشان نقدر نعملها بقى بطريقة عملية بيبقى في عندنا الكوف والسانسوز موجودين هنا بالشكل ده كده الجهاز نفسه ببقى موجود بالشكل ده هنا كده وهنا ده بينفليت واحد من الصباعين دول بحيس ان هو مش دايما نفس الصباع هو اللي يستعمل اوكي فطبعا بتكلم على ان انا دلوقتي يعني يعني مقدش يستعمل نفس الصباع عشان ما خليش واحد من الصوابع مثلا يبقى عليه pressure عالي فبالتالي بقى شوية يحصل له مشكلة نتيجة ان انا بقفل الدم عليه الفترة طويلة يعني اكتر يعني بخلي اللي فيه عليها pressure عالي اعلى من بقية الصوابع التانية فبالتالي blood flow بالنسبة له يبقى فبالتالي 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 طبعا لما بتكلم على حاجة زي كده طبعا ممكن انا كل نص ساعة بغير الصباع تاني عشان ما يحصليش اي مشكلة بالنسبة لل venus stasis مثلا يبقى فيه ركود في الدم مثلا في الصباع اللي انا بقيس منه دايما فخلال النص ساعة دي لو انا عملت switch ما بيحصلش اي مشكلة فبالتالي تعتبر طريقة safe علشان اقدر استعمالها طول الوقت بالنسبة لل patient دوت فالحقيقة الميزة الاساسية او ميزة كبيرة بالنسبة للتكنيك دوت ان اقدر اعمل ال calibration بتاع مع normal non invasive blood pressure علشان في الاخر اقدر اخد الاياسات اللي بخدها من هنا دي واقدر اطلع بيها الاياسات المتعارفة عليها في non invasive blood pressure وبالتالي اقدر اعمل display لحاجة تبقى familiar بالنسبة للايه بالنسبة للطبيب ودي طبعا حاجة بتبقى بتساعد كتير جدا جدا فطبعا والحاجة الحقيقة ميزة برضو ان انا ممكن ال calibration دوت يتم في اي وضع للايد بحيس ان انا بعد كده اقدر ان انا يعني يبقى وضع الايد نفسها مش shot تكون at the same level with the heart فبالتالي ممكن ان انا برضو calibration ده ممكن يعني يديني برضو يخلي في عندي flexibility ان الوضع بتاع ال hand بتاعت ال patient ما تبقاش restricted انها تفضل معي ما ينفعش انها تتحرك منه فطبعا هي الحياة واخدة كده ال advantage بتاعت non invasive blood pressure measurement وال CNAP هو continued non invasive arterial blood pressure measurement فبالتالي ممكن ان احنا نعتبر انها طريقة يعني نافعة جدا بالنسبة لنا في intensive care unit او في العملات الجراحية ان احنا نقدر نتابع بها blood pressure بتاع المريض الانتنينة دلوقتي بقى الكلام على ال invasive pressure measurements وانتنيني بالكلام على ال high pressure system اللي هو الجزء بتاع systemic circulation فالهيه طبعا بيقى في ميزة طبعا يكون عندي continuous availability of measurement signal ايه ال pressure curve بتاعي والpressure values في arterial system بتاعي او في systemic circulation بتاعي وهي طبعا ممكن نستعمله عشان trigger alarm عشان يعني نقدر نعمل يعني لو عندنا مثلا limits معينة violated ممكن احنا نعمل intervention على طول مباشرة نتيجة للحصل دوت وطبعا احنا عادة بنستعمل فيها intra arterial catheter يعني اسطارة بتخش جوه في artery وبتبقى basically بين intra vasal blood column وال liquid coupled pressure transducer يعني بيقى في برا هنا pressure transducer نفسه بيقى برا انا بس بحط catheter جوه عشان بس تعملي coupling between environment اللي جوه وال environment اللي برا وال coupling بينهم ده بيبقى عن طريق fluid وال fluid ده بيدقل ال pressure اللي جوه ده بيخلولي هنا عند pressure transducer اللي هو بشكله حاجة بالمنظر ده كده وده بيبقى basically بيقسلي وبيطلعولي بعد كده directly على monitor باستعمال كابل يعني ممكن هو يحاوله عو طول electrical signal ويبعاثه عو طول على monitor عشان يقدر اعماله display طبعا بيبقى السيسم نفسه بيقى خارج خارج الجسم نفسه وطبعا بيبقى طبعا الجزء بتاع pressure sensor نفسه ممكن يبقى disposable او ممكن يبقى reusable حسب النوع بتاعه وفي الاخر انا يعني بعمل حاجة بحيس ان انا باخد الجزء اللي جوه ده باخد pressure اللي جوه ده وعمله coupling بطريقة ما هنا هتعمل عن طريق fluid والflow بين pressure زي ما هو من جوه البرا طبعما كده يبقى معنى كده pressure اللي موجود على transducer اللي برا ده هو نفسه pressure اللي موجود جوه فبالتالي الاراية بتاعته اللي هي بتروح للمانيتور دي بتبقى هي نفسها بتعبارلي عن arterial blood pressure في high pressure system ده بيساها وكان بالظبط ممكن نتكلم بقى على نفس invasive blood pressure measurement دوت بس نتكلم عن low pressure system low pressure system الحقيقى مهم جدا من نسبالنا نحنا نعمله بهدف ان احنا نحصل على معلومات about right ventricular function وال pulmonary circuit والfeeling بتاع vascular system فبنحتاج فيه نحنا نقيس central venous pressure بيساوي كام pulmonary artery pressure بيساوي كام حاجه بنسميه pulmonary capillary , wedge pressure بتساوي كام ثلاثة values للpressure كده في اماكن مختلفة بنحتاج نحنا نعرفهم عشان نقدر نعرف الفنكشن بتاعة pulmonary circuit إذا كانت شغالة مظبوطة أول واحدة في central venous pressure أو CVP هو بيتم عن طريق measurement of the central venous pressure by means of a liquid manometer or a pressure sensor using central venous catheter placing a superior vena cava at the entrance to the right atrium يعني بيبقى فيها عندنا catheter بتخش عندنا من مكان ما في يعني في في ال venous system بحيث أنها تقدر توصل للvena cava at the entrance of the right atrium هو ده المكان اللي بقيس منه central venous pressure بيساوي كام وطبعا catheter دي بقت حاجه معتاك دلوقتي بقت مستعمالة كتير حقيقة فبقت معتاك جدا نحن نريد أن نحن نعملها insertion بشكل يكون safe pressure transducers يعني حقيقة عندهم advantage that the measurement information is available continuously and certain signal characteristics of the CVP curve are additionally available يعني بمعنى دلوقتي لو حطيت pressure transducers بيبقى ميزة بتاعتنا ممكن ناخد السيجنال بتاعت دي كاللكتريك سيجنال مثلا وممكن أنا بعد كده اخد الكيرف دوت نفسه ممكن اطلع منه شوية characteristics مش بس اقراه باستعمال منومتر وطبعا نتيجة the small pressure values it is important that the pressure measurement system is situated level with the heart يعني correct zero point positioning in order to avoid errors وطبعا لو احنا عارفين طبعا نحن نكلم عليك hydrostatic pressure differences وده طبعا لو انا عندي هتوسك pressure difference بيعمل لي طبعا اخطاء في الاياس فمعنى كده ان انا لازم احط المكان بتاع cvc central venus catheter بتاعي مضبوط علشان نقض الرئيس من المكان اللي انا مفروض ايسمي انه بالضبط اللي هو في right atrium من اللي superior venus catheter لو اتكلم على central venus pressure waveform نفسها هي بتتكون من ثلاثة ثلاثة اجزاء atrial contraction beginning of ventricular contraction and relaxation phase دي باسميها ال a wave دي باسميها c wave دي باسميها v wave ال a wave هي شكلها كده ال c wave هي شكلها كده ال v wave شكلها كده اوكي زي ما احنا شايفين كده هم تلاتة peaks اللي موجودة عندنا في ال wave form دي طبعا لو شفناها مثلا لو شفناها compared to ECG هلاقي ان دي قبل ال qrs ودي بعد ال qrs ودي بعد ال a يعني دي في الجزء اللي هو شكل فيه هنا خلاص دينا relaxed خالص في جزء بتاع ال a في relaxation phase لو انا بصيت عليها هنا هلاقي ان احنا عندنا ده ده output بتاع monitor هلاقي عندنا هنا CVP موجود عندي بنافس الشكل اللي بكلم عليه هنا ده طبعا بس طبعا عشان ال skill صغير شوية بيباباين طبعا عندي ان ايه ان التغييرات موجودة بس طبعا تفاصيل مش موجودة اوي بتاعة الاجزاء دي طبعا بعض الناس بت define مكان اسمه x و مكان اسمه y اللي هما values الموجودة عندي هنا بس طبعا هو الاهم حاجة هوا a والc والv اللي هو برضو على range اصغر بكتير جدا من الحاجات اللي موجودة في ال arteries عشان كده احنا متكلم على ال system بتاعنا احنا متكلم عليه هنا ده كله بنسميه low pressure system بان فعلا ال pressure موجودة فيه كلها صغيرة جدا طبعا ال value بتاعة central venous pressure بتتأثر بال capacity بتاعة vascular system بالcardiac output بال blood volume بال compliance بال myocardium بالafter load وبتاع ال right ventric يعني عامل ازاي فطبعا احنا متكلم عن كل الحاجات دي ممكن تتأثر بحيث ان لو كان في اي تغييري بلازم ابصر كل ال parameters دي واشوف اني واحدة فيهم اتغيرت عشان تغير لي central venous pressure بتاعي قمته بتاوي كان ال pulmonary artery pressure الحقيقة طريقة ياسو اعقد شوية يعني مش بس بنقف هنا عند النقطة بتاعة the entrance superior vena cava عند right atrium لعدا احنا بنخش زيادة هنا بنمشي في ال right ventricle ونتيل بعدا احنا نخش على ال pulmonary artery pulmonary artery pulmonary artery pulmonary artery فباسيكي بنعدي من الفلف ده ونقف هنا نقدر نقيس هنا pulmonary artery pressure اوكي فكملنا كمان زيادة بنقدر بقى نجيب اللي هو الجزء بتاع الايه اللي احنا بنتكلم على pulmonary capillary which pressure اللي هو الجزء اللي هنا دوت كده بنسميه pulmonary artery pulmonary capillary which pressure اللي هو في الاخر خالص هنا ده كده بنقدر احنا ايسو برضو فالحقيقة اللي بيحصل هنا دلوقتي احنا عشان طبعا الحاجات دي طبعا الكاثر اللي احنا بنحطها نفسها عشان نقدر نعرف هي ماشية فين طبعا ما بنحطهاش طبعا under x-ray مثل عشان نبقى شايفينها ده actually اللي بيحصل ان هو بتتحطه بقى كده بتشاف ال wave form وحسب ال wave form نعرف احنا فين يعني لو احنا مسلا موقفين في الجزء بتاع يعني center of venus pressure اللي هو الجزء بقى ال entrance هنا عند ال atrium entrance بقى ال atrium هنا بيبقى center of venus pressure هو اللي موجود بالشكل ده كده لو دخلت هنا شوية كده right atrial pressure بيبقى شكله عامل كده لو دخلت كمان جوا شوية في right ventricular pressure بيبقى شكله عامل كده لو بتكلم بعد كده دخلت هنا في الجزء اللي في الاول خالص هنا هلاقي pulmonary artery pressure بيبقى شكله عامل كده لو يعني كل واحدة من الاماكن المختلفة دي هلاقي اني لقى pressure waveform مختلفة بحيث ان انا قدر اعرف بزبط انا فين بيزعى waveform اللي انا بتكلم عليه هنا دي فمعنى كده path of catheter is followed from the different typical pressure waveforms اللي في الطريق بتاعي عشان اقدر اوصل للمكان اللي انا عايزة يعني acquire فطبعا الجزء بتاع pulmonary capillary wedge pressure بيبقى هو الجزء اللي في الاخر خالص ده وباسيكلي بقى رئيس منه الايه؟ pressure ده واحدة من pressures المهمة جدا اللي بتعبارلي عن اللي بيحصل جوه الايه؟ جوه lungs والجزء بتاع اللي هو الانترفيس بين ال capillaries وال alveoli اللي موجود عندي عشان تده بتقول لي ايه اللي بيحصل بالظبط طبعا لو انا بتكلم على ان correct catheter position is reached once in wedge position يعني معنى كده لو انا بصلت كده لل path بتاعي لقيت ان شكل بتاعي هنا كده عامل شكل wedge يعني يعني فطبعا لما بتكلم على شكل wedge ده كده بيبقى basically يعني 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 ببعارف انا كده وصلت للنقطة اللي رئيس منها pulmonary capillary wedge pressure بتاعي بطريقة سليم المشكلة بقى لو انا دلوقتي ال catheter دي tip بتاعي اللي هو بيقصد ال pressure ده كان resting على pulmonary artery هيجيب لي اقصد غلط اللي بسميها pseudo edge pseudo wedge pseudo wedge دي اللي هي pseudo wedge معنى ان انا دلوقتي بقصد انا فاكر انه هو ال wedge pressure بس هو مش ال wedge pressure ده ده pseudo wedge pressure pseudo معنى انه هو كاذب اوكي يعني يعني قياس كاذب لل wedge pressure اوكي فده بيعمل كوز يعني بيعمل بيسبب damping لل pressure curves when the balloon is filled and there is continuous rise in pressure اوكي فطبعا هم نتكلم على ان المعتاد في حاجة زي كده ان انا بيبقى عندي هنا في tip بتاع ال catheter دي ده فيه بالون يعني فيه بالونة كده قدر انفخها بحيس ان انا قدر امانتين ال position بتاع هي طبعا ما بتبقاش تتنفخ لقت الاخر بحيس تقفل ال artery لا بس مجرد انفخها حتة صغيرة كده بحيس انها تفلوت جوه ال artery نفسه ويبقى السنسور بتاعي نفسه في وسط ال stream بحيس يقدر ايسي اقرية مزبوطة اوكي انما لو كان السنسور نفسه قبل ما انفخ كان على ال wall وانا نفاخت حواليه بقى معنى كده هيفضل ايسي اقسات غلط فمعنى كده ان انا امكشور الاول ان انا مش touching ال wall وبعد كده انفخ الكاثتر انفخ البالون بحيس ان انا اقدر ايسي الارية المزبوطة بتاع ال pulmonary capillary wedge pressure فباسيكلي يعني رغم ان الكاثتر دي في ال right ventricle the wedge position pressure في left atrium can be inferred via the distal lumen يعني ممكن برضو الحقيقة ان انا ايسي من ال pulmonary capillary wedge pressure دي ممكن نعمل first approximation left atrial pressure بيسوي كام نتيجة ان هنا المكان اللي انا بقيس منه ده in contact مع ال atrium فاقدر ايسي يعني بيبقى هما الاتنين جنب بعض بالضبط ففعليه ممكن الاياس ده يبقى good approximation good first approximation للpressure في ال left atrium ده بيسوي كام فبكلم على left atrium وال pulmonary capillaries وال pulmonary artery under normal conditions from a common pressure connection form a common pressure connection during diastole يعني في الجزء بتاع ال diastolic pressure او جزء بتاع ال diastole بتاع ال cardiac cycle هلاء ال left atrium وال pulmonary capillaries وال pulmonary artery كلهم بيبقوا نفس ال level بتاع pressure بالضبط بكلهم connected في ال pressure فقدر لو است واحد فيه مدى رئيس البقين كلهم اوكي فمع ان كده ال es بتاعي بتاع pulmonary capillaries ده بيديني left atrium ودين pulmonary capillaries ودين pulmonary artery pressure في diastolic pressure او في ال diastole بيسوي كام بالضبط الكاثترز المستعملة الحقيقة في ال application بتاع ال CVP و اللي هو pulmonary artery pulmonary capillary wedge pressure بنسميها balloon catheterز وال balloon catheterز يسعب بنسميها flow directed catheterز او pulmonary artery catheterز او swan gans catheterز الحقيقة كلها بيبقى جاية ب different lens و different thickness و different number of lumina و position of lumina exit sites يعني فيه كاركترسة مختلفة كثيرة الحقيقة ممكن احنا هنقدر نحنا نلاقي فيها variations في الكاثترز الموجودة والحقيقة ممكن بتدي ميزة الحقيقة نحنا ممكن نقيس بيها core body temperature وممكن نقيس بعض الحاجات اللي هي المختلفة عن الحاجة الاصلية نحنا عايزين نقيسها باستعمال الكاثتر دي وممكن برضو بعض منها بيستعمل عشان نقدر نحسب بقى ال cardiac output باستعمال فالحقيقة لا استعمالات كثيرة مش بس بتستعمل بس عشان نقيس بيها CVP والPCWP اللي احنا كنا نتكلم عليهم دلوقتي الحقيقة ممكن نحنا نقيس برضو كمان في ال specialized forms بقى من البالون كاثترز دي ممكن نقيس intracardial ECG measurements وممكن نقيس بقى بعض الحاجات تانية نعمل ببعض الحاجات تانية زي supraventricular or ventricular stimulation يعني ممكن نحنا نعمل stimulation للمسل نفسها من الكاثتر دي وممكن نميكس بقى ممكن نميجر الميكس venous oxygen saturation يعني ممكن نقيس بيها بعض الحاجات بسعمال chemical sensors كمان من داخل الدم نقيس venous oxygen saturation بيساوي كام والحقيقة كل الحاجات دي تعتمد بقى على يعني نوع الكاثتر نفسها و number of lumens و number of sensors اللي موجودة integrated عليها المشكلة بقى في البالون catheterز دي ان هي ما هياش free of risk يعني لها اختار الحقيقة ما هياش بسيطة يعني فممكن هي تعمل يعني ناس لقيتنا ممكن تعمل supra ventricular ventricular arrhythmias ventricular arrhythmias by the way يعني عادة بتبقى fatal يعني بتبقى خطيرة جدا فطبعا حاجة بتبقى condition خطير مادرش ان انا طبعا ااخد ال warning ده بطريقة light ventricular achycardia ventricular fibrillation دي خطيرة جدا ventricular fibrillation ده اخطر حاجة ممكن تحصل في cardiac arrhythmias ممكن يحصل venous thrombosis يعني لو انا عندي low cardiac output بزدات يعني ممكن يحصل مثلا تغلط في الفينز يعني يحصل مثلا يعني يحصل غلطة في الفينز اللي هي دخلة فيها ممكن يحصل sepsis يعني sepsis دي بتكلم على ان انا ممكن يحصل يعني contamination الانسايد بتاع الجسم وبين حاجات جاي من بره اوكي فطبعا risk طبعا be rise as the duration of catheterization increases ممكن يحصل لي pulmonary infarction نتيجة ان انا لو انا مثلا قفلت يعني البلون كانت منفوخة زيادة وقفلت pulmonary artery معنى كده مش هيوصل دم للرئة وبالتالي يحصل pulmonary infarction يعني في عندي جزء من الرئة مش واصله دم خالص ممكن يحصل pulmonary artery rupture يعني ممكن pulmonary artery نفسه لو انا بعمل balloon inflation ممكن هو نفسه يتقطع ممكن هو نفسه يعني يبقى pressure زيادة عليه بحيث ان هو يحصل له rupture فطبعا حاجات خطيرة جدا كلها طبعا بالنسبة للcardiac output عشان يقدر نحسبه طبعا زي ما احنا اتفقنا هو الcardiac output بيبقى عبارة عن blood conveyed per minute اوكي الclassical way عشان يقدر نحسبه الcardiac output هي باستعمال fixed principle fixed principle ما فيش اختلاف كبير يعني basically هو ممكن احنا نقدر نحسبه بطريقة بسيطة يعني بمعلومية low of conservation of mass انا عندي مثلا بالنسبة لل fixed principle هو كان طبقه بالذات على الاكسوجين فكان بيكلم على انه هو بيقيس يعني بيعنده مثلا oxygen consumption معروف اللي هو جاي له جاي من برا من ventilator مثلا وبييز الفرق في الاكسوجين بين ال atrial وال arterial وال venous يعني oxygen concentrations يعني difference بين arterial وال venous oxygen concentrations ومن الاثنين دول بقدر لو اسمت الاثنين دول على بعض اقدر احسب cardiac output مباشرة فطبعا في بعض الاحيان الحقيقة يعني في ال clinical environment الكلام ده ممكن يبقى ideal شوية عن ان احنا نقدر نطبقه بطريقة عملية ففعليا هممكن نقول ان احنا ممكن نقيس ال oxygen consumption من برا بيساوي كم ونقدر نحنا نقيس ال arterial وال venous arterial pressures عشان نقدر او ال oxygen pressures فيه عشان نقدر احسن منهم difference بس في الواقع ال error اللي بيحصل نتيجة الاياسات دي بيبقى كبير كفاية بحيث ان يخلى ال error في cardiac output بتاع اللي بحسبه يبقى عالي زيادة عن ال accuracy اللي انا عاوزها بالتالي الحقيقة الناس فكرت ان هي تلجأ لل dilution methods عشان to measure cardiac output والحقيقة ال work وال fundamental work اللي اتعمل في ال area دي كان باي ستيورت واملتن والحقيقة عمل the determination cardiac output by means of dye dilution والسامل ال dye دي يعني بنتكلم على السابغة دي نهي اي حاجة جاية من بره ونقدر نعمل لها يعني ميزة عن الحاجة اللي موجودة جوه وممكن احنا نعملها عن طريق die يعني يبقى سابغة فعلا او cold يعني بمعنى ان يبقى فيه عندنا injection لحاجة درجة حريقتها اقل ions يبقى معنى حاجة مثلا فيها ionic concentration y ممكن ايسه بردو radio isotopes نفس الكلام بردو ممكن بردو حط حاجة radio active وايس بردو concentration بتاعها يبقى عامل ازاي وحاجة ازا كده مع الوقت فالحقيقة الانتوداكشن بتاع thermistor catheter باي سوانان جانز اللي اتعمد في 1970 خلت thermodilution هي اكتر واحدة popular في كل الحاجات اللي احنا بكلم عليها دي وبعدد الوقت leading method for clinical use الفكرة فيها الحقيقة يعني احنا بنحقن يعني جزء من silent solution مثلا بيبقى كميته معروفة ودرجة حارته معروفة وببتالي بعد كده نقيس الاختلاف في يعني نقيس مثلا عند نقطة تانية مختلفة نقيس ايه اللي حصل بزرط في cardiac cycle واحدة وطبعا هي طبعا في كل cardiac cycle طبعا بي ممكن بيبقى فيه recirculation نفس ال die او نفس الحاجة اللي احنا حقلناها اللي هي بيبقى درجة حقيقتنا مختلفة فبيحصل طبعا نتيجة لكده ان احنا في ال processing بتاعنا بنعمل extrapolation للجزء بتاع اول cycle ده بحيس ان احنا نجابها غاية الاخر بنحسب من كمية الحاجة اللي موجودة بنحسب من كمية الحاجة اللي احنا حقلناها ومن الكيرف بتاع ال dilution دوت اللي احنا بنقيسه بنقده نحسب بطريقة very accurate فباسيكلي دي اللي مسميها thermo dilution method بنحط defined amount of saline solution temperature من 0 غاية 25 درجة وكل مع درجة حرارة اقلت كل مكان الميرجرم بتاعتي بتبقى more accurate بنينجكتد into the right atrium via proximal port يعني ممكن احطها بقى بالنفس الكاثتر اللي كلنا بنكلم عليها multi-leuminal pulmonary artery كاثتر اللي كلنا بنكلم عليها دي نحنا فيه وبعد كده نبتنى بقى ثرميستر موجود على نفس الكاثتر نبتنى نقيس بقى بعد كده بعد ما حصل ميكسنج للفليود اللي احنا حقلناها دوت مع warm blood اللي هو حوالي 7-30 درجة نقيس بعد كده ال dilution اللي حصل ده الكيرف بتاعه عامل ازاي في cardiac cycle اوكي فباسيكلي اللي بيحصل دلوقتي ان احنا shape والarea بتاع dilution curve بتغير بتغير مع cardiac output موجود وطبعا لو احنا عارفين temperature بتاع ال Injective Flood وده الحقيقية بيبقى موجود فعلا والvolume بتاع ال Injective Flood بقى رضو بيبقى موجود ده نقدر نتحكم فيه ونقيس الكيرف بتاعنا بتاع ال dilution curve دوت ونحسب الarea under the curve نقدر من دول كلهم الحقيقية نقدر نحدد cardiac output بتاعنا بيسابق الحقيقية ال disadvantage بتاع term dilution method بالطريقة بتاع Swann & Gans دي فيه والindications الحقيقية انه ممكن يبقى فيه خطورة كبيرة منها يعني فيه بيبر حقيقية مشهورة جدا بتاع واحد اسم مجموعة كبيرة معاه اتنشر في General of American Medical Society association 1996 كان بيكلم على ال right heart catheterization كالتالي الا بالظبط كده زي ما انا هقولها right heart catheterization is associated with increased mortality and increased utilization of resources يعني بيتكلم دلوقتي ان هو استعمال بتاع right heart catheterization نحن نكلم عليه في thermo dilution دوت ان هو لقوه ان هو مرتبط بعدد كبير من الوفيات للمرضى اللي استعمله التكنيك دوت واعلى من الناس اللي ما عملتش وايضا لقوا ان هو التكلفة بتاعة ال patient بقت غالية جدا جدا يعني التكلفة بتاعة استعماله في منتقى الارتفاع ممكن ان احنا لو نكلم على مستشفى اقتصاديا ممكن العيان ده يتقدم له خدمة تانية بشكل ارخص ويعامل نفس ال function بتاعة الحاجة دي فطبعا دي كان conclusion خطيرة جدا بالنسبة ل thermo dilution method وعشان كان الناس بتاعة تفكر في techniques تانية تحاول ان هي تبقى ال thermo dilution catheter method دي علشان تبقى safe بالنسبة لل patient وفي نفس الوقت تبقى lower cost بالنسبة لل facility نفسها بالنسبة لل health care organization اللي هي بتعمل الخدمة دي العيب بتاعها التانية الحقيقة انها discontinuous يعني بنتكلم ان احنا دلوقتي الاراية نفسها احنا طبعا لازم نحن حاجة ونستنى لغاية لما curve يخلص فدلوقتي الحقيقة يعني دي طبعا بتبقى معناها ان انا مقدرش هيز طول الوقت بس الحقيقة ابتدى يبقى فيه بعض الحلول لحاجة زي كده ان احنا بدل ما بنحقن كمية كبيرة بنحقن كمية صغيرة قوي ونقدر نحنا نتاقل ال heat pulses دي او الحاجات اللي احنا حطناها دي ال heat pulse الكمية اللي احنا بنحقنها بنسميها heat pulse ممكن نحقنها ب short duration من 30 ل 60 ثانية فبالتالي احنا ممكن يجينا pressure measurement او بيكلم على cardiac output measurement كل 30 ثانية او كل 60 ساعة كل دقيقة يعني فكل دقيقة بالنسبة ال practical use الحقيقة ممتاز جدا ففي الحقيقة دي نعتبر ان هي لما بنستعمل ال heat pulses دي بال rate دا نعتبر ان المشكلة بتاع discontinuity بتاع the measurement دي ما تبقاش موجودة واحدة من التكنيكس اللي الناس طلعتها علشان تحاول تتغلب على مشاكل thermo dilution هي ال picotechnology الفكرة فيها الحقيقة ان thermo dilution can in principle be done trans permanently يعني معنا ان احنا بنخلي يعني cold bolus اللي هي الحاجة اللي احنا بنحقينها دي بتعدي من خلال lungs وال thermistor place in arterial system يعني ممكن احعم في حتة وتعدي الحاجة بتاع دي من خلال ويبقى في عندي arterial system بتاعي هو اللي فيه sensor اللي بيسلت dilution curve فباسيكلي حاجة بالشكل ده كده ممكن نحقن من هنا من خلال femoral vein ولا حاجة واحدة من ال veins اللي هي رايحة connect بعد كده مع ال venus system في ال venus cava بقى هنا cold injection او bolus injection بتاعي وبحط هنا thermo dilution catheter هنا في الفemoral artery مثلا ومن هنا بقى رئيسة thermo dilution curve واقدر احسن بدلالة انت هنا قد ايه ودرجة حرار هنا قد ايه وشكل curve نفسه بتاع thermo dilution بقدر احسن منها cardiac output بتاعي بساوي كان فطبعا الميزة الاساسية بتاعت الطريقة دي الحقيقة ان هي less invasive يعني طبعا زي واحنا عشان فيك مش محتاجين كاثتر توصل لغاية القلب بنكلم على كاثتر موجودة هنا في 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 اللاج يعني واحدة في وبنقيس بعد كده بدلالتها cardiac output من غير محتاج ان انا اعمل catheterization بتاع right heart اللي احنا كنا متكلم ان فيه خطورة وفي extended risk و cost عالي بالنسبة للايه بالنسبة للمستشف احد بقى الطرق اللي فعلا جميلة جدا اللي هي بتاعي تبقى موجودة دلوقتي ودي بقى بتنقلنا بقى المرحلة تانية خالص نحنا نقيس بقى الكلام اللي احنا متكلم عليه هنا دوت اللي هو stroke volume او cardiac output بطريقة non invasive اوكي ال cardiac output بطرق اللي احنا شوفناها قبل كده كلها invasive نتيجة ان احنا بنازل نحقن ولازم ناخد حاجات يعني بنحقن حاجة جوه الجسم وبناخد او بنقيس حاجة من جوه الجسم يعني عندنا catheter بتقيس حاجة جوه الجسم بالنسبة للميزة بتاعتها ان هي بتعمل كل حاجة non invasive بقى في عندي مجموعة من الايكتروز محطوطة بالشتاكت ده كده يعني في عندي هنا اتنين هنا في الجنب يمين واتنين في الجنب الشمال واتنين هنا في الرقب يمين وشمال الحقيقة معروف من زمن طويل الحقيقة ان ان البلد وليم اكس بالدود يعني كل ستروك فوليوم بيؤدي بيبقى ماجرابل يعني بيؤدي تغيير فعلا ممكن قياسه للثوراسيك امبيدنس لو انا استي الثوراسيك امبيدنس ممكن يطلع لي ويف فورم بتزيد وتقل معها كمية بتاعت الدم اللي طلع لي في الستروك فوليوم فباسيكلي الفكرة هنا ان احنا ناتمت فطبعا فيها مزايا كتيرة جدا انها كمبليتلي نون انفيسيف وكمبليتلي ريسك مفاش اي ريسك خالص في الوقت نفسه يعني تقدر تعملي كونتينير سبيت توبيت ماجرمنت وهيه بلزق مجرد الكتروز بلزق هنا وبلزق على الجهاز بتاعي وذات ست المشكلة بقى بتاعت التكنيك دوت ان هو ما نقدرش نستعمله ببعض الحالات لما يكون في عندي سبتيك شوك يعني في عندي بيشن فيه انفكشن جولجس فيه انفكشن جوه الجسم نفسه ده بيغير لي فاعت الجسم خالص بحيث ان هي تبقى فعلا الفارييشن بتحصل نتيجة لل لستروك فوليوم او نتيجة للكاردياك اوبوت تبقى الحقيقة قليلة جدا ما هذا الشيصة الطريقة اكوريت والحقيقة في الحالات دي يعني في الحالات اللي يبقى فيها الكلام ده بنستعمل بقى البيكو تكنولوجي اللي احنا كنا نتكلم عليها من شوية بتبقى بس ما هيش يعني زي ال كنا نتكلم عليها بلكده يعني بنتكلم علي ان احنا نستعمل اليمبيدانس كارديوغرافي في البيشنس اللي هما يعني ينفع ان احنا نستعمل فيهم الكلام ده البيشنس معدومشو مشاكل بتاعت حاجة او اي مشاكل تانية تمنع ان احنا نستعمل تكنيك اليمبيدانس كارديوغرافي الفكرة بتاعته بقى بتاعت التطبيق بتاعه ان احنا بنحط Weak High Frequency Constant Current بيكلم علي 2.5 ميلي أمبير و70 كيلو هيرتز ونعديها من خلال الثوركس باستعمال الرينج اليكتروز احنا شفناها من شوية اللي اكون نتكلم عليها هنا من شوية دي وباسيكلي بنتكلم علي ان احنا يعني طبعا ال Current اللي بيبقى ماشي دوت بيمشي في لو احنا عندنا two resistors in parallel بطبيعي ان احنا بيبقى عندنا Current اعلى بكتير جدا معادي في resistance الاقل فبالتالي بيبقى في عندنا طالعا في عندنا Artery هنا ماشي في يعني بيبقى في عندي هنا في اثناء في وقت اللي احنا بيحصل فيه Contraction بيبقى فيه اللي هو الاورت بتاعنا دوت بيبقى طبعا يعني ال Volume بتاعه بيبقى كبير ويبقى مليان كله بالدم اللي هو فطبعا بيبقى كباث بالنسبة لل resistance اللي بين المقطتين دول وبعض بيبقى اقل resistance ممكن احنا نقدر ان احنا نحصل عليها فبالتالي طبعا حسب resistance بتاعته بتاعته بتساوي كام resistance بتاعته ممكن احنا نسبة طبعا انها بتعتمد تماما على كمية stroke volume قد ايه لان هي طبعا الاورت نفسه بيبقى انقبض وينبسط حسب pressure volume اللي جاي له وحسب كمية الدم اللي دخلت فيه قد ايه فطبعا ممكن ان انا لما ادخل مثلا يكون فيه عندي كمية دم كبيرة يبقى معنى كالاورت هيبقى اعرض هيبقى مثلا هيبقى وايدر فمعنى ان هو يبقى وايدر يبقى resistance تعته تبقى even smaller فمعنى كده ان انا اقدر اقول ان هو يعني هذا فيه اختلاف بينه بين الحالة اللي يكون ال volume اقل شوية يبقى فيه resistance تعته تبقى ساعتها اعلى فبيطلع لي في الاخر wave form حاجة بالشكل ده كده بسميها يعني بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده وممكن منه الحقيقى نطلع يعني ناخدنا derivative بتاعها ممكن احنا نطلع بقى حاجة تبقى شبه قوي حاجة زي ECG وطبعا ممكن من الكيرف ده نفسه بنعمله calibration بقى بحيس ان احنا نقدر نعمله يعني direct relationship بين ال value اللي بتطلع فيه وال value بتاعت ال cardiac output اللي جايه من الطرق التاني فبالتالي ال calibration اللي بيحصل دوت ممكن ان احنا يجلنا فعلا indication ل cardiac output بتاعنا variation بتاعته عامل ازاي وان هو فعاليا هل ماشي بطريقة مضبوطة او مش ماشي بطريقة مضبوطة او حصل اي اختلاف ممكن نعمله باستعمال ممكن بقى ناخد كل الكلام اللي كلمنا عليه في المحاضرة ونبتلي بقى نطلع مجموعة اللي هي مدينة كVariables يعني ممكن نتكلم على حاجة زي Total peripheral resistance TPR او ما نتكلم عليه Systemic Vascular Resistant SVR وهي ال Resistant systemic circuit بتاعتنا computed as the quotient of the propulsive pressure difference اللي هو ال mean arterial pressure APM اللي احنا تكلمنا عليه اثناء Minus central venus pressure اللي هو CVP ونقسمه على ال flow او كي فده طبعا احنا بقى ESO اثناء واثناء CVP ده هو central venus pressure فالإطراح هتنضل من بعض ونقسمه على cardiac output برضو احنا نشوف نزاني ESO عشان نده نطلع ال parameter المهم جدا دوت اللي هو بيعبر لنا عن Systemic Vascular Resistance بتساوي كان ممكن برضو نحنا نبص على نفس الحاجة هي هي في ال small circuit بقى في ال pulmonary circuit بقى هنا arterial pressure mean بال pulmonary arterial pressure mean ونقسم ال CVP بتاعنا اللي هو pulmonary wedge pressure pulmonary capillary wedge pressure اللي هو الموجود عندنا هنا دوت واردو على cardiac output وده بيطال لنا PVR بتكلم على pulmonary vascular resistance وده طبعا واحدة من الحاجات برضو المهمة قوي اللي بتدينا indication اذا كان في اي مشكلة في pulmonary circuit ولا ما فيش طبعا دي كلها حاجات مهمة جدا كلها بتعبر لنا عن ال hemodynamics بقى ال cardiovascular system وطبعا كلها جاية من حاجات نقدر نقسمها مباشرة بالطور اللي كلمنا عليها في المحاضرة دي في مجموعة من الاسئلة على الحاجات اللي كلمنا عليها في المحاضرة دي موجودة على الweb site وبرضو بنصح الناس انها تبتدي تقرأ في ال reference textbook اللي انا كنت بنصح به لان فيه بعض التفاصيل اكتر شوية من الحاجات اللي موجودة في المحاضرة والحقيقة بنصح برضو فيه فيديو لطيف جدا موجود على الweb site بتاع الكورس الحقيقة ده موجود لطريقة اياس الpressure بالauscultatory method وده حقيقة مفصل جدا وفيه examples كتيرة ممكن الناس تتعلم بيه كويس قوي زي تقدر تقيس بستعمال الطريقة دي طبعا احنا بنتكلم ان احنا مش اطباء ولا حاجة احنا بنحتاج ان احنا نعرف الحاجات دي عشان انا ممكن بعد كده اعمل جهاز دي تشتغل بنفس الconcept ده ممكن اعمل انا جهاز يريبليس بنفس طريقة الauscultatory method يعني هو ياخد ال output مثلا من اللي هو الصوت اللي باسمعه بالSethoscope مثلا ممكن ياخده مايك وممكن احط نفسها ممكن احطه برضه وكل الكلام ده يبقى بالmicrocontroller او microprocessor او هو اللي يعمل كل ال procedure اللي احنا نتكلم عليها دي ويطلع لي في الاخر اراية مضبوطة ليه بيساوي كان فحنا طبعا بناخد الحاجات دي كلها على اساس ان احنا نفهم كويس قوي ومن الفيسيولوجي نقدر نتخيل بعد كده ال devices نفسها هي بتشتغل ازاي علشان تقدر تقيس ال parameters المهمة جدا في الفيسيولوجي دي وتقدر ان تسمح لنا ان احنا نقدر نستعملها في ال diagnostic process المحاضرة الجاية ان شاء الله طبعا نتكلم على respiratory monitoring وديه برضو في مجموعة كبيرة من ال parameters برضو وفي مجموعة كبيرة من الحاجات اللي لازم نفهمها كفيسيولوجي الاول وبعد كده نبص عليها كactual measurement في medical devices